تواصل ميليشيا الحوثي الزجة بالأطفال في جرائمهم حيث تؤكد المصدر أو المصادر سقوط العشرات من الأطفال وصغار السن في جبهات القتال المختلفة أثناء مشاركتهم إلى جانب صفوف الميليشيات وأثارت تأصور أطفال قتلوا ضمن صفوف الحوثيين استياءا واسعا من أوساط النشطين والمتابعين الذين طالبوا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بضرورة التدخل لوضع حد للانتهاكات وجرائم الميليشيات الحوثية بحق الطفولة في اليمن وتنشر ميليشيا الحوثي صورا لأطفال قتلوا بعد أن استخدمتهم في هجحيم الحرب جبهات القتال المختلفة حيث تركتهم عرض لضربات المقاومة الشعبية وأوضح ناشطون أن إرهاب ميليشيا الحوثي تسبب في سقوط مئات القتلى من الأطفال إما مقاتلين في صفوف الجماعة الإرهابية أو خلال قصف الميليشيا المنازل والأحياء السكنية في محافظة البلاد وكانت وزيرة الثقافة السابقة أرو عثمان قد ناشدت المنظمات الحقوقية الدولية التدخل لحماية حق الطفل اليمني في الحياة كما طالبت بحماية الأطفال من ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح التي جعلت أطفال اليمن وقودا لمعاركها العبثية